موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من آخر طبع والتي نصدف فيها هنا في الاستيديو أمين عام حركة بابليون المسيحية العراقية سيدة ريان الكلداني بداية أن أهم بك سيدة ريان أهلا وسهلا بكم وتحية لكم ولجميع مشاهدين قناة الميادين الفضائية سيدة ريان بداية نريد منك ربما تعريف بحركة بابليون وهي لديها شقة أيضا جناح عسكري نريد أن نعرف بهذا الجناح ماذا عن أهدافه وماذا عن عديده وما هي الأدوار التي يقوم بها اليوم صراحة اليوم حركة بابليون هي جزء من منظومة السياسية العراقية في بداية الأمر حين كان الحجد الشابي قبل أقرار القانون جميع الحركات السياسية لها أجنحة عسكرية وكانت فتوة الإمام السستاني لجميع العراقيين نحن كنا قبل الألفتفى المباركة لإمام السستاني حين سقطت محافظة نينوى وسهل نينوى محافظة نينوى انسحبت الأخوة القوات الأمنية التابعة للمركز إلى بغداد انسحبت القطاعات وتركت أهالي الموصل وأيضا السهل نينوى جميعها كانت بيد القوات البيشمرقة وليست تابعة للمركز وإنها تابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني للسيد مسعود البرزاني أيضا قبل ما يصل داعش إلى تلك المنطقة بيومين أنا ذهبت إلى هناك واجتمعت مع الأخوة الكرد وابلغتهم أنه يوجد خطر على المسيحيين والشبك والتركمان واليزيدين هناك قالوا لن نسمح لدخول داعش إلى سهل نينوى إلا على جثث مقاتلين البيشمرقة وضع كان خطر جدا حسب استطلاعاتنا وشفنا الوضع الموجود داعش قريب كان وبالفعل بعد يومين انسحبت القوات البيشمرقة من تلك المناطق باتجاه أقليم كردستان وتركت المسيحيين بيت تنظيم داعش رهابي مو فقط المسيحيين وإنما المسيحيين والشبك واليزيدين والتركمان الشياء أيضا للمنطقة السهلية مخترطة وهي أغلبية مسيحية وحصل نزوح كبير أتينا بغداد وابعثت رسالة للأخوة الموجودين أنه تم عادة هيكلة تشكيل مقاومة موجودة مسيحية الدفاع على مناطق سهنين ومشاركة مع الأخوة القطعات العمليات في جميع المحاورة التي سقطت بها التنظيم داعش رهابي وبالفعل استجابوا على الأخوة نداء كانوا عدة الدول أتوا إلى العراق واستقبلناهم وتم فتح ثلاثة معسكرات في مطار بغداد وأدة معسكرات أخرى في العراق واستقطبنا كثير من الموجودين من المقاتلين وبالفعل انخرطنا في هيئة الحجد الشعبي هيئة الحجد الشعبي كانت في بداية تأسيسها جدا بسيط كانت يرعاها الحاج المجاهد أبا مهدي المهندس في منزله طبعا وبالفعل تأسستها بقيادة الحاج أبا مهدي المهندس وقسمنا هيئات وألوية وشاركنا نحن في أغلب مناطق التي شارك بها القوات المستلع العراقية والحجد الشعبي شاركنا في بوابة دخول بغداد إلى القيارة وإلى تحرير بيجي وسهل نينوى ونينوى أسامي العزاب أصبحنا ألوية الأخوة في عصاب أصبحوا لواء واحدة أربعين نحن أصبحنا لواء خمسين أصبحنا لواء خمسين في الحجد الشعبي ونسحب الأخوة التي أسمهم في العملية السياسية هؤلاء هم نحن من دربناهم نحن من ندعمهم ولان يمسكون أغلب مناطق سهنين ولان يوجد فوج في قرية الإمام في منطقة الكيرة التي سقطت بيد الحجد العشاري سقطت بيدهم ونحن من حررها ويضا ماسكين مناطق سهنينة وغلب مناطق سهنينة القريبة إلى شمال العراق تبعد 15 كيلو عن دهوك محافظة دهوك التابعة لأقليم كردستان وماسكين الأيسر والأيمن لمدينة الموصل اليوم نحن هذه القوات التي قدمت دماء وقدمت التضحيات من أجل وحدة العراق من أجل الدفاع عن الإنسان بعيدا عن أنه مسيحي أنه سني أنه شيعي ولكن إيمانا مننا بين العراق واحد العراق لا يتقسم إيمانا مننا دفعنا عن العراق ولن نسمح بمساس أي بقعة من بقاع العراق طيب لما تحدثني عن عديد هذه القوات لواء خمسين كم يبلغ عديد هذا اللواء؟ اليوم صراحة يوجد لدينا ألوية ويوجد لدينا المجامع المجامع الأخوان أيضا فيه ضمن هيئة الحجد الشعبي اللواء الآن لا يصبح لواء إذا لم يتجاوز عدد 3500 عدد لم يعطي موافقة برقم لواء إذا لم يعبر العدد 3000 يعني لواء معروف والآن نتمنى أن يكون هناك لواء آخر لدينا أيضا من الأخوة الموجودين نتمنى أن يكون لدينا لواء آخر لواءين للقوات المتواجدة هناك في الموصل الموصل مدينة كبيرة ونحن نمسك أكثر من 140 كيلو طيب تحدثت عن أنكم كان لكم دور أساسي في تحرير الموصل وكان هذا الهدف الأساسي اليوم أين تعملون على أي ساحة عراقية اليوم صراحة نحن مع الحكومة الاتحادية اليوم نحن مع بغداد وأرهاولا مناطقها للمدينة الموصل الموصل من ضمن حكومة المركز ولكن اليوم مع الأسف بعض الدول التي هي على رأسها إسرائيل تحاول السيطرة على مناطق المسيحية وحتى أمريكا بشكل أو آخر أنا قلت وتحدثت حتى إلى أغلب في المجتمع الدولية في أمور المتحدة في جينيف تحدثت مع سفير الإسرائيلي قبل سبعة أيام تحدثت مع سفير الإصباني في بغداد قبل 15 يوم تحدثت أتوا حاولوا أن تقرب وجهات نظر بين أمريكا وبعض الأمور الخاصة وأبلغتهم أين كانت أمريكا حين سقطت سهنينة التي هي تدعي بأنها كريستيان وهي بعيدا جدا عن الكريستيان ولكن مصلحة السياسية أين تذهب مصلحة هي معها أمريكا نحن نعلم وليوم جميع المسيحين نعرفه حتى المسيحين في داخل الولايات المتحدة الأمريكية خرجوا بأكثر من مظاهرة ضد الحكومة الأمريكية سياستها الأمريكية أين كانت أمريكان وأين كانت تحالف الدول بما يسمى التحالف الدولي من التقرب إلى المناطق المسيحية في سهنينواء. الآن بعد عمليات التحرير تحاول أمريكا وحلفائها المشاركة معنا في منصة التتويج لن نسمح لها ولا نحن من حررنا. أهالي المنطقة هي من حرت سهنينواء ولن تسمح أن يكون لديها أمر لا من أمريكا ولا من إسرائيل ولا من الأقليل. ذكرت نقطة صعوبة أعود إليها وهي نقطة إسرائيل واببل. ولكن بما أنك أيضا أشرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية هناك نوع من الترويج مفادة وهي دعاية ربما أمريكية عن رعاية غربية وتحديدا من الولايات المتحدة لمسيحية العراق وربما هذا ما نراه من خلال الهجرة إلى تلك البلاد. حضرتكم كحركة بابليون أو لواء ربما خمسين في الحشد الشعبي. كيف كان يتم التعاطي مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محاربة داعش؟ لأول مرة سوف أكشفها للتاريخ. وأغلب الأخوة القيادات في الميدان يعلمون جيدا في الحشد الشعبي. منعنا من الوصول إلى سهل نينوة. ووردتنا معلومات من الأخوة وصلتنا معلومات أن منعنا من الوصول إلى مناطق أهلنا وإجدادنا في سهل نينوة. والأمريكان قاموا بقصفون قطعاتنا أيضا. ووصلتنا معلومات أن الأخوة في بيشمرق وشركانا في العملية السياسية وشركانا في الوطن. أبلغوا التحالف الأمريكي بقصف قواتنا التي هي جزء من أهالي المنطقة بقصفها بالعدم وصول إلى تلك المناطق. قالي أول مرة سوف أكشفها. وصراحة للتاريخ تم منعنا حتى الجريح أيضا. يتم يوصل إلى السيطرة. لن يوجد مكان داعش. ونهر عندنا. ومنها البيشمرق يعني نحن ننقصف من قبل داعش وننقصف من قبل الأخوة من البيشمرق حتى الجريح التي يذهب للعلاج في إقليم كردستان يعني عاتجاه السيطرة يتم وضعه في السيطرة لحد ما يستشهد. لماذا؟ لماذا كل هذا لأنه الحجد الشعبي. هذا الحجد الشعبي. هذا واضح. مسجل حتى في العمليات. واضح. ولكن أصرينا الدخول وساعدونا صراحة من المشتشارين في الحجد الشعبي الأخوة من الدول بعض الدول المجاورة للعراق شاركونا بالتقدم وإجبار ومنعه ونحن بلغناهم صراحة إذا تم وانك أيضا كان يوجد عمليات كبرى للحجد الشعبي لقطع الإمداد بين سوريا وتلعفر كانت عمليات جدا كبيرة من نفس العمليات انطلقت قطعاتنا باتجاه سهلين وبالفعل الله وفقنا في أول تحرير هو دير ما ربهناه وأخته سارة أكبر دير في سهلينو وعطينا فيه ثلاثة الشهداء وبعدها وصلنا إلى مناطق سهلينو وسيطرنا على أغلب مناطق سهلينو وكان الأخوة الكرد والتحالف في أمريكي معهم طبعا لتقدم ولكن استطعنا الوصول بأسرع من الأخوة في بيش مرق وسيطرنا على أغلب مناطق الآن مسيطرنا على برطلة الآن مسيطرنا على في الحمدانية في منطقة الخضر في النمروت في قضاة الكيف في الخطة التبادل القوسيات جميع هذه المناطق الآن تحت فقط للاستضاح أكثر يعني الاستداف كان يتم لأنكم يعني لواء من ضمن الحشد الشعبي وليس لأنكم لواء ربما يعني أعتذر عن التسمية ولكن هكذا يعني هي الأشياء لأنكم لواء مسيحي ضمن الحشد الشعبي لا صراحة اليوم كان وجدت لدي ضغوطات كبيرة وأنا صرحت بها أيضا في داخل الجنية في أم المتحدة صار علي ضغط كبير من قبل بعض الدول الدول أعتبرها محايدة ولكن لها أجندات ترتبط مع أمريكا أن بابلون يجب انسحاب من الحشد الشعبي بابلون يجب انسحاب وتعرف اللوب الأمريكا أيضا يوجد لديها بعض همين أيضا بعض من الرجال الدين المسيحيين العراقيين بالضغط حتى ينسحب يتم انسحاب لواءنا وفصينا المقاوم انسحاب من الحشد ولكن رفضنا نحن أتينا في طريق كان يوجد لدينا عدة صعوبات ولكن انجحنا المهمة ووصلنا إلى هذه المناطق وأبلغون أنه لن نسمح لكم بالدخول إلى تلك المناطق حتى من قبل البشمرق لأن المناطق بيد البشمرق ولا يسمحوا بأي قوة دخول ولكن أهل المنطق هم أولى بالتحريرها وأولى بمسكها واليوم لن نسمح أهل المنطقة نحن نرتبط بالحكومة العراقية نرتبط بالسيد القائد العام لقوات المسلحة حتى إذا صدر الأمر وأصبح اتفاق أيضا إذا صدر الأمر للقائد العام بانسحاب نحن ننفذ الأمر لأن نحن باعتبار نرتبط بالقائد العام ولكن أهالي المنطقة اليوم أصبح لديهم سلاح أكثر من 9000 نفر مقاتل خارج عن الحجد الشعبي وخارج عن القوات المسلحة عراقية هؤلاء أهالي تلك المنطقة اليوم يوجد لديهم سلاح اليوم لديهم إمكانيات اليوم يوجد لديهم صواريخ اليوم أصبح لديهم خبرة عسكرية هؤلاء لن يسمحوا بالانسحاب ولن يسمحوا بالدخول حتى إذا أمر منهم أي دولة كانت من أين أتوا بالسلاح هؤلاء 9000 نفر الذي تتحدث عنه؟ هؤلاء خارج هؤلاء أهالي المنطقة هؤلاء المنطقة نينوة ولكن تتحدث عن أسلحة ثقيلة ولا تتحدث عن أسلحة فردية نعم الخبرة العسكرية اليوم جزء من هذه العملية وداعش ترك كثير من السلاح وهؤلاء استولوا عليها هؤلاء ليسوا ضد الدولة وليسوا ضد الحكومة وليسوا ضد الأقليم كردسان ولكن هؤلاء قالوا نحن الحكومة في حينها لم تحافظ علينا وأقليم بيش مرق حزب الديمقراطي الكردسان اللي هو كان مسيطر على سيانين وهو لم يحافظ عليهم يعني اليوم بعد كيف إذا لم يحمي على عرضه على الطفلة على ابنه وجدت لدينا كثير نحن من المخطفات المسيحية ولكن لن نعلن عنهم وجدت لدينا أطفال لحد لن نعرف ماذا مصيرهم ولكن رفضنا الإعلان عنهم وأنا طالبت أيضا جميعهم أن لا يتحدثوا بهذا الأمر ولحد قبل تسعة أيام حررنا أمره 28 سنة عمرها كانت بيد تنظيم داعش رهابي يعني السبب دمار المسيحيين اليوم هو من تركت للقوات والسحبة واليوم بعد لن نسمح هؤلاء هالي المنطقة يخضعون إلى القانون ويحترمون الحكومة العراقية ويحترمون جميع الشركاء ولكن يجب الحفاظ على مناطقهم بيدهم وهو لا يحتاجون لا رواطب لا يحتاجون أي دعم والسلاح موجود كان بيد تنظيم داعش رهابي واخذوهم اليوم كيف هي العلاقة ربما مع باقي فصائل الحجد الشعبي يعني اللواء 50 أو حركة بابليون كيف هي العلاقة مع باقي الفصائل وماذا عن مستوى التنسيق؟ اليوم صراحة أننا الحجد الشعبي هي خيمة تجمع جميع الفصال اليوم خاصة فصال المقاومة وألوية الحجد الشعبي جميعهم متكاتفين يعني إذا حصل خطر على أي فصيل القوات الباقي تتحرك يعني إذا حصل لا سامح الله خطر على مثلا لواء 50 فلسانين ومن قبل أي جهة كانت من قبل أي قوات أخرى بدون من نطلب الدعم من الفصائل المقاومة الأخرى هي سوف تأتي وأيضا العكس إذا سماعت أنه يوجد هناك خطر على أي فصال المقاوم نحن الآن تجمعنا الخيمة العراقية تجمعنا وحدة العراق استقلالية العراق اليوم يوجد لدينا ألوية من الأخوتنا السنة اليوم يوجد لدينا ألوية من الشيعة اليوم يوجد لدينا ألوية من التركمان هؤلاء كلها من ضمن الحجد الشعبي الحجد الشعبي اليوم أصبح منظومة قوية الحجد الشعبي أرعب أمريكا الحجد الشعبي أرعب داعش واليوم على الأسف بعض الشركان في العراق يخشون من الحجد الشعبي ونحن جهة نرتبط بالحكومة العراقية ونحافظ على سيادة العراق لسنا ضد أي دولة وليسنا ضد أي محافظة من المحافظات العراق وهل هذا ربما دفعك للقول بأن الحجد الشعبي يشكل ربما مصالحة وطنية حقيقية نتحدث الحجد الشعبي اليوم مصالحة حقيقية التي عجزت عليها كثير من الشركاء السياسيين التوحد اليوم في الحجد الشعبي توحد بمختلف أطياف الشعب العراقي ربما السؤال يسأل سيد ريان ماذا عن الجيش العراقي؟ إذا كان الحجد الشعبي يشكل هو المصالحة الوطنية الحقيقية ماذا عن الجيش؟ الجيش العراقي الجيش محترم اليوم لا يوجد هناك نصر إذا لم يشارك معنا الجيش العراقي اليوم لا يوجد هناك نصر إذا لم يشارك بنا الشرطة التحادية اليوم لا يوجد هناك نصر إذا لم يشارك بجاز مكافحة الأرهاب اليوم الحجد الشعبي والجيش العراقي أمر يكمل للآخر اليوم لا نستطيع أن نفرض في الجيش العراقي الجيش يوجد لديه كثير من الإمكانيات ونحن جميع العملات التي تشارك الحجد الشعبي الجيش العراقي معنا وأعطى دماء وأعطى تضحيات وأعطى شهداء الجيش العراقي الآن ليست مثل الجيش السابق يعني انكسر معنوياته انكسر اليوم جميع المعاركة التي يخوضها الحجد الشعبي أخوته من الجيش العراقي معنا اليوم الحاجة الشعب الرديف للأخوة في الجيش العراقي طيب سيد ريان سوف نتابع هذا النقاش بتأكيد ولكن اسمح لنا أن نتوقف مع فقرة اقرأ الحدث ومن ثم نتابع القدس العربي كاركوك منجم الثروة أم برميل بارود قد يدمر العراق لا يختلف المتابعون للشأن العراقي على أن كاركوك ليست سلة العراق فقط بما تحتويه من مخزون نفطي هائل ولكنها كذلك برميل البارود الذي قد ينفجر ويدمر العراق إذا أسيء التعامل معه من قبل ساسة العراق ومن مؤشرات تصاعد الخلاف بين بغداد وأربيل أن الحكومة العراقية ورغم أعلان قرب بدء معركة تحرير لحويج التابعة لكاركوك من تنظيم داعش لم ترسل أي طلب لوزارة البشمرقة للترسيق حول المعركة وتأكيدا لهذا الخلاف ذكر مصدر مقرب من الحزب الديمقراطي برئاسة برزاني للصحيفة أن تعليمات واضحة صدرت للقوات الكردية من حكومة الإقليم بأن أي قوة تقترب من الخطوط الدفاعية للبشمرقة المنتشرة حول الإقليم سيتم التعامل معها على أنها قوة عدوة سواء أكانت داعش أم الحشد الشعبي أو غيره وإذا التساؤل الذي يحير العراقيين حول مغزى إصرار القيادة الكردية على الاستفتاء والانفصال وضم كاركوك رغم وجود معارضة أو تحفظات خارجية وداخلية فقد ظهرت إشارات توحي بعدم وجود موقف أمريكي معارض جدي للاستفتاء فقد أكد السفير الأمريكي الأسبق في العراق خليل زادة خلال وجوده في تركيا أنه لا يتوقع ردا عسكريا على الاستفتاء في تصريح عده المراقبون تشجيعا ضمنيا لقيادة الإقليم للمضي في الاستفتاء والانفصال الرياض السعودية العبادي إلى أنقرة لتنسيق المواقف قبل استفتاء كردستان أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أمس قرب زيارة الأخير إلى العاصمة التركية أنقرة لتنسيق المواقف بين البلدين قبل الاستفتاء المزمع في الخامس والعشرين من أيلول سبتمبر الجاري بشأن استقلال إقليم كردستان وقال المصدر للصحيفة إن الزيارة تأتي ضمن دعوة تركية موجهة للعبادي من قبل وزير الخارجية مولود شاويش أغلو الذي زار العاصمة بغداد نهاية الشهر الماضي والتقى برئيس الحكومة الذي أبلغه بضرورة سحب القوات التركية من مدينة بعشيقة شرقية مدينة الموصل وأضف المصدر أن هدف الزيارة بحث العلاقات الثنائية مؤكدا أن أبرز الملفات التي سيتم التباحث فيها هو الاستفتاء الذي تعتزم أربيل إجراءه في الموعد المحدد لتنسيق المواقف بين أنقرة وبغداد التي ترفضانه أعود إليك سيدة ريان سوف نتحدث عن كل هذه النقاط التي وردت في فقرة قراءة الحدث ولكن اسمح لي أن أركز قليلا قبل الفاصل على الموصل الموصل اليوم تحررت ماذا بقي من تواجد مسيحي في الموصل بداية عن الأثار المسيحية والكنائس وماذا عن الأهالي صراحة اليوم أغلب كنائس لموصل أغلبها مهدمة وحرقها يعني منتهي حتى في دير يوجد هناك أول دير تم تحريرها من قبل الحج الشعبي اللواء خمسين دير سارة مربه نام وأخته سارة محطم يعني حتى نافشين القبور مع المسيحيين يعني يجب أن يكون هناك جهد كبير لعمار الكناز لعمار الدور وأيضا المناطق المتواجد بها المسيحيين محطمها بالكامل قسم منها حطمها تنظيم داعش هافية الحمدانية يعني محروقة وانتهاء وقسم منها تم إنهاها من قبل القوات الحزب الديموطييي الديموطي الكردستاني في عمليات التحرير محطمة أيضا 99% ولكن الأمليات التي شارك بها الحج الشعبي في عمليات التحرير حافظنا على البنية التحتية حافظنا على المنازل أما الوجود المسيحي في سهل نينوو الآن لحدها هذه اللحظة قليل جدا قسم يعني الآن في تلكيف يرفضون الحزب الديموطي الكردستاني عودة المسيحيين إلى مناطقهم حتى أيضا الموظفين الذين يعملون في موظفين يعملون في محافظة نينو في تلكيف والنواحي والأقضية أيضا يمنعون عاملين ساتر ترابي ولن يسمحوا لهم بالعبور إلى مناطقهم أو العملهم وحتى العوائل المسيحية اليوم معروفين العوائل المسيحية في العراق مسالمين جدا يخشون أن يكون هناك دماء أو حرب أو شابه ذلك ويخشون من المشاكل التي سوف تحصل ومنع من قبل الحزب الديمقراطي وأيضا إجبارهم بعض على التوقيع في ورق أنه لن نعود إلا بحماية البيش مرغي والحزب الديمقراطي الكردستاني ما هو المخطط لدى حزب الديمقراطي الكردستاني من كل ما يقوم به اليوم؟ وذكرت قبل أن نذهب إلى فقرة إقراء الحدث عن تواجد إسرائيلي أو مخططات إسرائيلية في تلك المنطقة أيضا أريد توضيح هذه الفكرة ليس غريبا اليوم الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني هم حلفاء إسرائيل وعلنوا كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي لا يخجنون من عادي التبيعين أمر اعتياري كيف نحن حلفاء مثلا للميادين وأصدقانا للميادين أو نحن حلفاء للقنوات الأخرى مثلا أصدقانا في العملية السياسية أيضا هم حلفاهم وشركاهم في إسرائيل لكن نحن نتحدث نعم عن دولة ربما معادية لمعظم الشعوب العربية لم نقل يعني لا معادية فقط للشرفة معادية فقط للمقاومين معادية فقط له الحس الوطني والحس الإنساني وله الحقوق الإنساني الحقيقة وليس المنظمات الحقوق الإنسانية التي متروعة من كثير من الدول نحن صراحة قلناها أن تواجد إسرائيل في سهن وباتجاه الأخوة في حزب الديمقراطية الكردستاني متواجد ويتحركون وهم أعتقد هم يخطون العمليات الاستخباراتية والعسكرية متواجدون ولكن نحن قلنا وابلغنا جميع الجهات أي قوات تأتي غير مرغوب بهذه المناطق سوف يتم معاملتها مثل ما يتعامل مع تنظيم داعش رهابي لسنا نحن من وجهنا ولكن اليوم المقاتل لا نستطيع السيطرة على المقاتلين لأن اليوم أعداد كثيرة جدا والوضع بعد وضع عسكري قبل فترة حصلت أيضا سوف تفاهم بين عدة القطعات التي أتت وحصلت إطلاق نار صراحة ونحن لن نقبل على هذا الأمر ومجموعة أعتقد من الجنسيات ولكن رفضنا هذا الأمر وعاقبنا هؤلاء المقصرين ولن نسمح بإساءة لأي مواطن ولكن اليوم صراحة اليوم الوجود الإسرائيلي والوجود الأمريكي في العراق غير مرغوب لسنا نحن ونما من المقاتلين التابعين للينا من الأخوة الموجودين ونحن أيضا بالنسبة لإسرائيل لدينا إسرائيل محتلة إلى قدس وهؤلاء مشروع تتحدث عن الوجود الإسرائيلي والوجود الأمريكي سيد ريان الوجود الأمريكي تقريبا هو معروف أدواره في العراق ولكن الوجود الإسرائيلي هل هو وجود استخباراتي هل هو وجود مدني أم هو وجود عسكري هناك تواجد لعسكريين إسرائيليين في تلك المنطقة أنا أتوقع هم من يقودون هؤلاء القوات من يقودون ويتأمرون عليهم هم الإسرائيليين الموجودين مع الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم يوجد هؤلاء متواجدين على الأرض كيف متواجدين للأخوة بموافقة الحكومة العراقية الأخوة المستشارين في الجمهورة الإيرانية الأخوة في الحزب الله بموافقة الحكومة العراقية أيضا هؤلاء آتين بدون موافقة الحكومة العراقية هؤلاء آتين ويتجولون في مناطق مع الأسف مسيحية بس تحت السيطرة للحزب الديمقراطي الكردستاني وحتى الأهالي لا تعود إلى تلك المناطق بسبب تواجدهم هناك أهالي لا يعودون بسبب كما تقول بسبب الدور الإسرائيلي وبسبب ربما خطط للحزب الديمقراطي الكردستاني ولكن هناك أيضا لجئون في مناطق أخرى وربما في بلدان أخرى ما الذي يمنع عودتهم إلى المناطق المحررة نعم الآن في حمدانية رجعت في حمدانية أكثر من 700 عائدة الآن في تلكية رجعت قسم قليل من العوائل في برطلة قسم عديد قليل جدا ولكن ليس العدادة الكبيرة جدا الآن كانت حمدانية 25 ألف أو 30 ألف يعني آتين 700 عائلة فرق كثير يعني نتمنى العودة أما المسيحيين التي تم تقديم إلى اليوئين للسفر خارج العراق عن طريق لبنان عن طريق عمان عن طريق تركيا شكلنا نجنة في هؤلاء الدول ولكن ما عادت تركيا أيضا أتينا إلى بيروت وأرجعنا قبل ثلاثة أشهر أرجعنا 63 عائلة مسيحية ونحن تحملنا بالدفع الغرامات ودفع الإمكانيات الحجز الطائرة وإعادتها وأبلغنا أيضا أبعثنا رسالة إلى الأخوة في سيد القائد العام لقوات المسلحة بتخصيص طائرات لعودة المسيحيين إلى العراق لأن يوجد 2600 عائلة موجودة في بيروت قسم هذه العوائل تم رفضها من قبل اليوئين لماذا؟ يعني ما قبلوهم الدول يعني ما رح يستقبلوهم والقسم الآخر ينتظرون الموعد الثالث وهي عدة مواعيد مع موعد واحد أول والثاني والثالث وبعدها يقرروا أما يسعمون إلى أمريكا إلى الدول ألمانيا فرنسا يسحب قسم منهم رفضوهم يعني هؤلاء تم رفضهم يجب عودتهم إلى العراق ونحن بدنا نعمل لرجع هؤلاء العوائل إلى مناطقهم باتجاه بغداد هل كل المسيحيون العراقيون يريدون العودة إلى العراق وما هي الضمنات برأيكم التي يريدونها ربما للعودة؟ اليوم يريدون أمان اليوم مسيحيين مثل طير الحب إذا ما يلقى مكان فيه أمان يطلعوا يهاجر اليوم شاركنا بتحرير المناطق أغلب مناطق المسيحيين في سيني ومناطق قوتنا العرب واليوم ماسكيها ولكن يخشؤون في المستقبل أنه يكون هناك مشاكل اتخيل اليوم يوجد مسيحيين نازحين في أربيل في مخيمات كارفانات يأتون بعض العناصر من الحزب الديموقراطي الكردستاني يجبرون المواطن المسيحي هناك يعني يوجد هناك عقوبات ونفس من العام السابق لنظام المقبور صدام يأتون وقع على ورقة أنه أنت مع الاستفتاء بإجباري إذا ما توقع لم غراضك ويطلع بره خارج أقليم كردستان بهذه التعامل اليوم ليس مخفي واضح للمسيحيين واضح لكل الأمور ولكن نحن قلنا لهم نحن سوف نسهل عودة البسيحين خروج من أقليم كردستان وأي شخص بسيح يخرج من أقليم كردستان إذا رجع إلى أقليم يمنعه بوصول إلى أربيل هذه الإجراءات هذه أيضا تعاليم مساتية تعاليم كثير من الأمور ولكن أيضا يوجد هناك خطر كبير صراحة وسوف أكشفها لأول مرة تحدث بها اليوم يوجد بعض العراقيين موجودين في ولاية المتحدة الأمريكية الآن تم تعينهم في جهاز معين وسوف ننكشف خلال هذه الفترة القريبة لعودوا إلى العراق ويعتبرون هذه خدمة أيضا لجيش الأمريكي ويحاولون أن يزرعون هناك أعتقد سوف يصبح إذا يكون خطر ولكن نحن نؤمن بعقلية السيد القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي وشجاءته للموقف ولن يسمح أعتقد لهؤلاء الدخول وينخرطوا مع بعض القوات الأمنية العراقية يعني تحدثت عن الوجه المسيحي المسالم وربما اليوم نتعرف على الوجه المسيحي المقاوم أيضا في العراق سيد ريان سوف نتابع هذا النقاش بتأكيد وحلقة آخر طبع ولكن سوف نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود أجد أترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من آخر وأيضا أجد أترحب بضيفنا هنا في الستيديو أمين عام حركة بابليون المسيحية العراقية ريان الكلدان سيد ريان سوف نتابع هذا النقاش ولكن سوف نتوقف مع نوين الصحف العربية أصادر هذا الصباح نتابع أهلا بكم جولة على أبرز معا ونتبعت الصحف العربية الصادر هذا الصباح البداية من العراق مع صحيفة الصباح الجديد مجلس الوزراء يعد إصرار الإقليم على استفتاءة الانفصال عاملا لتقليص مساحة الحوار الديمقراطي الكردستاني يؤكد تعرضه لضغوط ويحدد شروط التأجيل القوات المشتركة تحاصر الفيدا عشي داخل قضاء الحويجة مع استمرارها بقصف مقاراتهم ومعامل التفخيخ ننتقل إلى أبرز مع عنوانات صحيفة الشرق الأوسط تقاسم أمريكي روسي لدير الزور والجزيرة السورية الجيش الحر يقترح على واشنطن السيطرة على مدينتين قرب العراق أبو الغيط يبحث في بغداد وأربيل عن حل وسط وأيضا اخترنا من أبرز عنوينها بيان قطر يثير تساؤلات حول رغبتها في الحل إلى أبرز مع عنوانات صحيفة الاتحاد الإماراتية الإمارات قطر مرتبكة وباعت سيادتها بثمن بخص أكدت أن محاولات الدوحة بث الخلاف بيننا وبين السعودية فاشلة أما صحيفة الوطن القطرية فبدورها عنوانت حقوق الإنسان 919 طالبا ضحايا انتهاكات التعليم دول الحسار لم تتجاوب مع نداءات الطلاب المتضررين إلى صحيفة القبس الكويتية في عنوان بارز بعد توقع فراجة روايتان عن اتصال أمير قطر وولي العهد السعودي تعطلان الحوار إلى صحيفة عمان في العنوان الأول الجيش السوري يكسر حصار داعش لمطار ديريزور انتزع حقلا نفطيا بالمدينة محرزا تقدما جديدا واشنطن تطلب التصويت على عقوبات مشددة ضد بيونج يانج ختاما مع عنوين بارزة تصدرت صحيفة الدستور الأردنية واخترنا من هذه العنوين وزيراء خارجية نوسيا واليابان في عمان اليوم لفرافي بحث العلاقات الثنائية والملفين السوري والفلسطيني تظاهرة في القدس تطالب برحيل الباتريارك فيوفيلوس بمشاركة المجالس المحليات الأرتدوكسية وشخصيات وطنية فلسطينية مع هذا العنوان نختم جولتنا شكرا للمتابعة والآن نعود إلى برنامج آخر طبع شكرا للزميلة بسنترف على قراءات عنوين الصحف العربية صادر هذا الصباح أعود إليك سيدة ريان لنختم الشقة الميداني البحث وننتقل إلى ما هو عسكري وسياسي في نفس الوقت اليوم كيف يمكن تقييم الوضع الميداني في العراق مع تحرير أكثر من منطقة ومدينة مهمة صراحة اليوم الخطر سوف ينتهي من العراق قريبا المرحلة القادمة خلال هذه الأيام القادمة سوف تكون تحرير الحويجة وبعدها ما تبقى من المناطق التي سيطر عليها التنظيم داعش رهابي وسوف نطوي هذه الصفحة صفحة داعش ولكن اليوم الدول الكبرى أو المعادية للعراق ومعروفة من هي هذه الدول تحاول أن تشغلنا في أمور آخر ونحنا أنا شخصيا أعتقد أن القادم سوف يكون أخطر إذا لم يتم من الآن يتم قضاء عليه ولن تسمح به بالدخول اليوم وجدت عدة مخططات لها ولا الدول اليوم داعش صراحة اليوم داعش من أين أتى داعش دعني كنوا واقعين نتكلم بهذه الفكرة اليوم داعش جاء فكر إسلامي لا أستطيع أن نكرا ولا غير نكرا اليوم جاء داعش فكر محمد عبد الوهاب من تيمية ومساجد من السعودية هي من أتت بهذا الفكر الداعش التي يقتل لا يؤمن بالهوية الآخر ولا يؤمن بالتعايش السنمي بين المسيحيين والمسلمين هذا الفكرة التي تم قتل اليوم كيف علينا أن ننهي هذه الفكر اليوم يجب هناك اليوم أطفال صراحة أكثر من عشرة آلاف عشرين طفل كانت ثلاثة سنوات بيت تنظيم داعش رهابي من دخل داعش عمره عشر سنوات والآن أصبح عمره 13 سنة يعني صادثة سنوات هؤلاء الأطفال تربوا وتدرسوا على الذبح وعلى القتل وعلى المساجد التكفيرية التي لا تؤمن بالتعايش والمساجد التي قد تقتل الآخر على الهوية مثل نفس المساجد السعودية حولت ولكن بدعم أمريكي إسرائيل مثل ما حصل في سوريا أمريكا تدعم جيش السوري اللاحور وبعض الدول تدعم نقشة لديه أين أحدهم من هؤلاء الأطفال؟ هؤلاء الأطفال الآن في رعايات في مجتمعات موجودة في منظمات إنسانية في الموصل ويقسم منها في أقليم كورستان نحن نتمنى أن يكون هناك مجمع خاص لتوعية هذه الأطفال أن هذا الأمر خطأ يتم إعادة تأهيلتهم مدارس لأن هذا الفكر الطفل يستوعب أي أمر كان اليوم نحن نقاتل هذا الفكر اليوم أنا ولدت في بيت مسيحي من أم مسيحي وبمسيحي لا إرادية أنا اطلعت وخرجت مسيحي وأيضا الآخر المسلم تربى وترعرع في بيت مسلم إن كان سنين وشيعيا وخرج نفس الهدف ونفس المشوار اليوم هذه الأطفال هؤلاء الأطفال المساكين التي صراحة هؤلاء ملائكة يسمعونها من الجميع تربوا في فكر داعشي في فكر إرهابي في فكر بنتيمية في فكر مساجل التكفيرية يعني شيء يطلع مثلا طبيب أو مهندس أو دكتور يكيد سوف يخرج داعشي ولكن وليس هنا هذا هو وقع الحال سيدة أنا أقدم الدراسة حول هذا الموضوع وإن شاء الله نتمنى اتخاذ ما يجراءه من قبل الحكومة العراقية تتحدث عن هذا الخطر وربما هناك أيضا استقاقات خطيرة مقبل عليها العراق ولعل ربما أهمها الاستفتاء المزمع حول استقلال أقليم كردستان وفي هذا الخصوص هناك يعني على الأهمش تحرك من قبل الجامعة جامعة الدول العربية وعبر أمينها العام هناك زيارة لكل من بغداد وأربيل تتم في هذه الأيام موقفكم من هذا الاستفتاء وهذا المخطط الاستقلال موقفي أعتقد شوئي يختلف عن الباقيين والأخوة اليوم الجميع يعلم نحن لا يوجد لدينا مجامل لا يوجد لدينا مصلحة اليوم عدو مننا واحد ونقول هذا عدونا خلاص هذا عدونا لا نخشى أحد ولا نخاف من أحد إذا أخطر من داعش من يوجد أخطر من داعش أمريكا نبسا ما استطاعت مواجه مواجهة تنظيم داعش ولكن إرادة المقاومة هي من استطاعت بعض تنظيم داعش رهابي نحن قلنا إذا كان هناك من قبل الحزب الديموقراطي الكردستاني نجل له كل الاحترام والتغدير ولكن إذا كانت الاستفتاء في أربيل في أسليمانية في مناطق خاصة بهم ليس لنا دخل ولكن إذا استطاعوا التقرب إلى مناطق سهل نينوى ومناطق ليس من حدود أقليم كردستان سوف يكون هناك لا يجرب الحزب الديموقراطي الكردستاني بالتحديد لا يجرب صبرنا اليوم لن نسمح بدخول صندوق واحد من الاستفتاء إلى سهل نينوى إلى أي مناطق بالتحديد إلى سهل نينوى بصورة عامة سهل نينوى ليس من خارج أقليم كردستان زمن الترسيم الحدود بالدم التي قالها الأخ مسعود البرزاني ولا ولا نعود ولا نسمح به اليوم تم إهانة كثير من المسيحين في أقليم كردستان تم إجبار المسيحين كثير من الأمور يوجد هناك أسوأ من النظام السابق في زمن صدام يعني في زمن صدام أعطيك مثال في منطقة معينة في سهل نينوى ومسيطرة عليه الحزب الديموقراطي الكردستاني إذا تكلمتي في رأيك في قهوة أو في كوفي شوب أو في أي مطعم كان التي تكتل حزب الديموقراطي الكردستاني ثاني يوم يتم اعتقالك في داخل منزلك أمام أطفالك إلى مقر الحزب هذه الزمن الدكتاتورية ولا نعود اليوم صراحة يوجد هناك كثير من الصبر ولكن لا يجرب صبرنا ولا يجرب سكوتنا يبدو بأن التهديد سيد ريال موت أبادل بحسب ما ذكرت صحيفة القدس العربي وربما تابعناها سوية أن هناك تعليمات واضحة صدر القوات الكردية من حكومة الأقليم أن أي قوة تقترب من الخطوط الدفاعية للبشمرقة المنتشرة حول الأقليم سوف يتم التعامل معها لأنها قوة عدوة سواء كانت داعش أو من الحشد الشعبي أو غيره أعتقد هذا الأمر أتى من قبل الإسرائيليين أتى وقالوا بلغوا أنه حتى هذا الأمر ولكن أعتقد اليوم هذه المنطقة نحن من نمسكها ولا أن نحن قريبين نحن نتمنى أن لا يكون هذه التصعيد هذا التصعيد وهذا التصريح أعتقد فعال من فعالين ومنزعجين وهم يخشون نحن صراحة لا نتعلم لغة التهديد نحن علينا لغة على الأرض نحن متواجدين على الأرض لا نحب التهديد ولا نحب نقول فيه كلام ولا ننفذه وهم كثير من الأخوة تحدث فيه كلام ولا ننفذه نحن قلنا ماضون لوصول إلى سهن نوخ رغم الاتفاق التي حصل بين حزب الديمقراطي الكردستان البيشمرقة مع التحالف الأمريكي بقصب قطاعاتنا ولكن وصلنا اليوم نحن لا نريد التجاوز على أحد نحن نحترم استقلاليتهم ونحن نعتز بهم جرانا وشركانا في العملية السياسية وقدموا الدماء ولا ننكر عليهم ولكن هم من يتجاوزوا على مناطق واعتقد هذا الأمر اليوم لاحظي في أنه أنت إعلامية رائعة وتعلمين ويوجد لديك خبرة إعلامية كبيرة اليوم لاحظك أغلب الدول رافضة إلى استفتاق أقليم كردستان بس فقط إسرائيل لا دولة مع أقليم كردستان هل كل الدول سيد ريان لنكن واضحين ويعني مع قليل من الصراحة هل كل الدول رافضة لهذا الاستقلال؟ ماذا عن الولايات المتحدة؟ وماذا عن الدول التي ربما ترفض علانية وضمنيا هي ليست متضررة؟ نحن نتعلمين على الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الأمور يعني أبسط ما يكون قالت ثلاثة سنوات أن نحتاج لتحريص صراحة الدين وبعض من الشركاء السياسيين مع الأسف لازم يسرع على السفارة الأمريكية قالوا نعم ثلاثة سنوات ولكن أتى الحجد الشعبي وحررها خلال فترة قياسية وأتت بعدها أمريكا أن تشارك معنا في منصة التتويج أمريكا قالت في شكل الإعلام نرفض الاستفتاء ربما كانت أوضحة في تأجيل ربما وليس رفضها بشكل حتى لو قالت نحن نرفض هذا الأمر نرفض استفتاء وتأجيله ولكن إذا نجح الأقليم كردستان في الاستفتاء قبل عدة ساعة تأتي أمريكا وتقول نحن من ندعمكم مباركين لكم هذه سياسة الأمريكا الاستواجية إسرائيل موقفة واضح أنه مع أقليم كردستان لأن إسرائيل تعتقد أن إسرائيل هي الأربية الأقليم كردستان هي محافظة من ضمن إسرائيل هذا التفكير الإسرائيلي الصهيوني هذا الأمر يفكر ولكن نحن قلنا أن تكونوا مع إسرائيل تكونوا مع تل أبيب تكونوا مع السعودية تكونوا مع أيدا ولا كانت هذا الأمر يخصكم ولكن التعدي على المناطق ليست تابع لكم تابع للمسيحيين لن نسمح بها سوف يكون هناك انتفاضة ولسنا نحن من نوجههم ولكن سوف يكون هناك انتفاضة من الداخل الشعب المسيحي حول هذه القوضات وبعدها أعتقد أخاف الأخوة في البيشمرق يرجعون إلى الجبال نحن نتمنى أن لا يكون هناهم ولا شركان وأخوتنا وشركان في العملية السياسية وقدموا الدماء والتضحيات من أجل العراق ولكن نحن مع وحدة العراق نحن يوجد هناك تفاوضات مع المركز نعم حكومة المركز مقصرة مع الأقليم نعم الأقليم مقصرة مع المركز هذه اتفاقات يجلسون بالاتفاق ونحل الموضوع وإذا يريدون أقليم خلي يكون أقليم لهم ونتمنى لهم كل الخير والموفقية ونحن داعمين لهم ولكن بعيدا على مناطق المسيحيين كركوك سوف تكون من ضمن المناطق التي سوف يشملها للصفتة إذن ما هي التداعيات؟ أنا شخصيا يوجد هناك أخوة مثلين كركوك يتحدثون بهذا الأمر ولكن نحن نعتقد نحن أنا أعتقد العراق هو بلدنا هو عراق هو أصل بلد المسيحيين بلد الموجودين يجب الدفاع عنه في جميع محافظة العراق ولكن يوجد هناك أخوة من كركوك يتحدثون حول هذا الأمر ولكن نعتقد الكركوك أيضا بيها مسيحيين وموجودين أعداد كبيرة من المسيحيين والمسيحيين والأخوة العرب رافضين هذا الأمر ولكن يوجد هناك مجاملة يعني مثلا بعض من أخوتنا السنة الممثلين في كركوك منقسمين أقليم كردستان أنا أعتقد أقليم إسرائيل مثلا يعني مثلا اعتبار يعني بدعم إسرائيلي بدعم كثير من الأمور والتفكير والخطط وكل هالأمور مجتشارين إسرائيل الموجودين وهم يعتزون بهم طبعا بعضهم مع أقليم كردستان ولهم مصالح مشتركة وأيضا بعض المسيحيين يأتون إلينا من اللي يقولون نحن نصد الاستفتاء ونرفع الاستفتاء ويذهبون إلى أقليم كردستان ويتم تقديم لهم كثير من الإمكانيات الخاصة والآن يصبحون مع الاستفتاء وحتى أيضا بعض الرجال الدين المسيحين قسم رفضون الاستفتاء وقسم مفروض الرجل الدين المسيحي ليس له علاقة لا في العملية السياسية وليس له علاقة في أمور السياسة لأن رجل الدين نحن عدنا في المسيح دين دين وسياسة لن يسمح رجل الدين الدخل في السياسة حتى المسيح أتب هذا الكلام وقال ولكن عدنا بعض الرجال الدين هناك لهم أجندات بعض منهم مثلما يوجد بعض من السنة من الشيعة من كثير من الأمور بطريارك الكلدان دعا ربما إلى توحيد الجهود والتقارب بين الإقليم والمركز ولم يعطي ربما موقف واضح أبدا أبدا لا نحن كرجال الدين وقداسة البطرق سيدنا ساكون جل له كل احترام والتقدير هو رجل الدين لا يدخن في الأمور السياسة بعيدة هو يتمنى أن يكون هناك سلام محبة تصالح بين الإقليم والمركز ولكن نحن المدنيين نحن جهة عشكر نرتفع بالحكومة العراقية نرتفع بالقائد العام نرفض تقسيم العراق نحن من نتحدث حول هذا الموضوع ولكن يوجد هناك بعض من الرجال مثل من السنة ومن الشيعة ومن المسيح بعض من هؤلاء الرجال القساوسة وغيرها يجبروهم ويخشون لأجب أن يكون هناك مجامل هم يسكنون في أربيل وكثير من هذه الأمور تقول عن وحدة العراق ولكن من خلال حديثك من الواضح بأن لديك رأي مغير إذا سوى الأمر فقط في مخص كردستان وأربيل أنتم موافقون ولكن أن لا يتعدوا على المناطق المسيحية يبدو بأن هناك موقف مغير نعم إذا كنا موقفنا نفس الموقف نحن مدفوعين حول هذا الموضوع مدفوعين مثلا من تركيا ومن إيران ولكن لا أنا شخصي كاستقلالياتنا كحركة اليوم أنا يهمني المواطنين يهمني اليوم السني والشيعي في الموصل يهمني المسيحي يهمني الشبكي في الموصل مدينة الموصل جميعها ولكن إذا كان الاستفتاء من ضمن أكليم كردستان ما ليه علاقة عنها هذا الأمر ما يدخلني يعني نحن بعيدين جدا عن هذا الموضوع ولكن حين تعدى على مناطق المسيحي لا خط أحمر يوجد وليس خط أحمر نحن نقول خطوط دماء يوجد فرق بين خط أحمر وخطوط دماء لا نحن نقول خطوط دماء هذه المناطق أباءنا وإجدادنا وراضينا كيف يأتينا أحد من الصومال أو من إسرائيل يتحكم في هذه المناطق تمنا الواضح بأن المرحلة المقبلة عليها العراقية يعني ربما قد تكون أخطر من داعش نحن الآن وكاننا نباشر باقتتال داخلي إذا ما حصل الاستفتاء نحن أولا السلام والسلام والتفاهم 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 لا يوجد لن نرفع سلاح على وجه أخوتنا البيش مرقيا لأن هؤلاء شركانا كيف نرفع السلاح ولكن نتكلم بالدملماسية معهم نتكلم بالتفاهم نقول لهم لن نسمح لكم بالدخول إلى منازلنا وسأبقى بهذا الدبلوماسية سيدة ريان تحدثت عن أن هناك دول تؤيد هذا الاستفتاء منها على رأسها إسرائيل وربما تأيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هناك رفض معلن من قبل إيران وتركيا ولكن من يملك أوراق الضغط ربما اليوم هي تركيا هل برأيك سوف تستخدم هذه الأوراق تركيا لمنع هذا الاستفتاء أم ماذا برأيك ماذا في الرأس التركي أو المخطط التركي صراحة تركيا كان لها دور سلبي في العراق صراحة نذكرنا بها ولكن نواقع حين دخلت القوات التركية إلى البعشيقة نتمنى أن تغلقون مستشفياتكم ومطاراتكم عن داعش لا نريد قواتكم تأتي إلى البعشيقة ولكن اليوم يوجد هناك 20 مليون كردي في تركيا إذا حصل أقليم خاص هؤلاء هم يفكرون بتفكيرهم الخاص إذا حصل أقليم كردستان هؤلاء العشرين مليون أكيد سوف ينتفضون سوف يكون لديهم دور آخر سوف يتحدثون أردوغان والحكومة التركية تخشى من هذا الأمر سوف تضغط بكل إمكانيتها وأعتقد هو المفتاح الوحيد الذي يأثر على أقليم كردستان هو إسرائيل أو تركيا سوف تذهب إلى إسرائيل مثلما اتفقت مع داعش تركيا لمساعدتهم وتقديم السلاح حتى لا يتم تفجير في تركيا وهذه الدول سوف تذهب إلى إسرائيل هي الرائعة الأول للمشروع وسوف تتحدث معها وسوف يتم تنسيق ولكن تركيا سوف تكون من الرأس الحرب لمنع استفتاء أقليم كردستان طيب يعني إذا ما قلنا بأن كل الدول المجاورة سوف تكون رافدة لقيام ربما دولة كردستان إذن أين مقومات هذه الدولة فقط إسرائيل هي إسرائيل إسرائيل هي من تدير أنا أعتقد تحليلي إذا إسرائيل أبلغت الأخوة في حزب الدول وقاضي كردستاني أجل الاستفتاء نعم سوف يفعله وإجل الاستفتاء ليسوا صاحبين قرار ولكن تبعية ونحن لا نؤمن بالتبعية نحن يؤمننا العراق أولا وآخرا طيب ربما سؤال أخير سيد ريان ما الذي يحتاجه العراق اليوم سيد عمار الحكيم بالآن استحدث عن أنه لابد من مشروع سياسي جامع يعني يطمئن من خلاله تطمئن من خلاله جميع مكونات المجتمع العراقي اليوم برأيكم ما الذي يحتاجه العراق صراحة اليوم أنا لست أتحدث عن جميع الشعب العراقي ولكن الشعب العراقي الآن تفكيره يختلف عن تفكير 2010 كان تختلف تفكيره عن الانتخابات السابقة اليوم كل من يتكلم بمصلحته من خاص ولكن اليوم وحدة العراق هو أهم أمر والأمر الثاني يجب أن نتوحد بجميع أطياف شعب العراق اليوم يوجد هناك صراحة عدة انقسامات كبيرة انقسامات في داخل صفوف الشيعة صفافات داخل مسيحيين نتكلم بكل واقعية عدة انقسامات المكون السني وفي أحزاب متعددة كل ما نحن اليوم يجب أن نوحد العراق اليوم همنا الوحيد وهمنا أن نكون متكاتفين ضد أعداء العراق لا ننكر يوجد هناك بعض الدول تحاول تصنع أيضا داعش بوجه آخر بمسمى آخر ولكن اليوم ابناءكم من الحاجد الشعبي يوجد لديهم كثير من الإمكانيات التي يعجز عليها كثير من الدول يوجد لديها كثير من المعلومات الاستخباراتية والأمنية حتى ما يخص بعض الدول أيضا التحاول تكون معادية للعراق ويوجد لديها معلومة كاملة وتكشف هذه الأمور بسرعة قبل إحداثها ولكن الأمور السياسية أعتقد صعبة جدا أن يكون هناك انتفاق كبير بين هؤلاء الفرق السياسيين إذا لم يكن تدخل من قبل مراجع مراجع الدين الإسلامي أن يكون هناك في إن كان سيد الولي الله يعفضه وإن كان السيد الإمام السستاني الله يعفضه وأولاء الرجال الديني لما يكون هناك توحد ويوجهون الخطاب خطاب واحد لا أعتقد سوف يكون هناك أيضا استقرار في وضع العراق شكرا جزيلا لك سيدة ريان الكلداني وأنت أمين عام حركة بابليون المسيحية العراقية على تواجدك معنا هنا في استيديوهات الميادين ضمن حلقة آخر طبع شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين إلى هنا نصل إلى ختم هذا الحلقة من آخر طبعا المواد تجدد في صباح الغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة